السلام عليكم زبائنا وكلائنا العزاء منتج جديد من شركة ريد منتج من شركة ديفورنو لحصار شركة ريد ستيل اللي هو معروف منتج صارت علي إضافات كثيرة من بمنها نحن بدين نشرح عليها وحدة وحدة منتج عملي منتج تحولت قوة تتسحب ماته من 900 إلى 1000 وكثمية وسنبين بالشرح المفصل شون زادت وشنو يتطور على النوع القديم نحن كان عندنا AD 960S منتج معروف من ريد ستيل هسه هذا منتج جديد TT 900SS شنو الفرق؟ الفرق أول شيء بال الفلتر الفلتر المعدني الفلتر معدني نتغير هذا الفلتر معدني ممكن خسلة والقف المالي معدني من النوع اللي الألمنيوم الملخوط هم أربع طبقات ونوعية ماشية بس هذا أضبط وأكثر عملياً جيداً؟ لين شفنا أنه بعض المطابقين ازلوها فالصير حرارة على هذا البلاستيك هذا واحد هذا أول تغيير ثاني تغيير شنوه؟ تعال القرر هذا السربس التحول الى معدني ولا ستحول الى سربس هذا السربس هذا السربس هذا المعدني قد أعلنته القديم كان بلاستيك صار بلاستيك والقوة ماتة معروفة هذا صار غير شكل القوة ماتة غير شكل والدفع ماله صار غير شكل السربس ماله صار معدني غير شكل مطلب مادة من التفلون المطور ماله صار أقوى وهذا نوع كبس كبس حتى دهن ميثر عليه حجم الفلتر الداخلي مال القديم حجم الفلتر الفحمي الجديد التغييرات والشغل مضبوط أقوى عملية أكثر مما تتصورون لأنه اشتغلت على هذا الموضوع شركة ريت تجيب شيء عملي وشيء يسحب قوي وشيء نظامي طريقة تشغيلها بسيطة جدا باشرة الانارة الانارة صارت طولية ممدورة والدرجات ثلاث درجات ثلاث درجات عملية جدا ثلاث تدريجات اناارة طولية ممدورة والدرجات مالتها درجة الأولى والسحب مالها قوي والدرجة الثانية والدرجة الثالثة وهي 1200 متر مكعب بالساعة اقطع